وننصح بقيام الليل فإنه مطردة لكل داء حديث عن ما يفعله الجن في عدم الوفاق قبل وبعد الزواج وما قد يفعله في العقم أولا قبل الزواج يمكن أن تحدث مساكل لها طابع غير منطقي في عدم إتمام الزواج وذلك بشكل غير عادي وبطريقة واضحة وبطريقة متكررة وبطريقة متكررة وقد يؤيد ذلك الوضع وجود بعض الأعراض السابق ذكرها في عراض الإيذاء الشيطاني في اليقضاء وكذلك في المنام حتى المنام نستعين به في فهم ما يقع وقد يوجد في أحلام الشخصي من ينهى صاحبها بعدم زواجه وتحذيره وتهديده يعني في المنام هناك تهديدات وقد تعقد الأعمال بنوع معين للتهيئ والتخيل لتقبيح صورة الطرف الآخر فيرفض الزواج وفعلا من نساء من ترى زوجها يعني في صورة حيوان والعكس الرجل يرى زوجته لها رأس حيواني هذا من سحر التخيل لتقبيح صورة الطرف الآخر فيرفض الزواج ويختار الهروب وغير ذلك من الأمور أو ما يشابهها كتصرفات لا إرادية يقع الشخص المعقود له العمل فيها كغضب يوقعه في حماقات تكون سببا في نفور الطرف الآخر منه وهكذا هناك أمور كثيرة تقع وبالتالي لا يمكن أن يتم هذا الزواج دون إبطال هذا السحر الذي يسبب في هذه التصرفات الغريبة ثانيا بعد الزواج يمكن أن تثور مشاكل الأذى بعد الزواج بأشكال عديدة يسببها الجن أو الشياطين المكلفة بالسحر كأن يحول بين المرء وزوجه وذلك إما من ناحية الزوج كمسائل للربط والمنع وإما من ناحية الزوج أيضا وفي كلا الأمرين يكون هذا سبب في اقطع أواصر الصلة بين الزوجين كما قال مولانا ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وبالنسبة لمسائل العقم قد يأخذ الإيذاء الشيطاني شكل آخر بالنسبة للرجل كأن يحبس الحيوانات المنوية أو يضعفها أو يقتلها أو يجنبها الاختلاط ببويضات إخصاب الأنثى